كان فيه إشاعة طالعاً فيه لاعب متوقف وكانت فيه مباراة مهمة وشبه تأكدت أنه متوقف بس كنت بيتأكد أكثر طبعاً متوقف عشان تفتيش مروري ما لا دخل يعني لحد يروح باله بعيد علشان أدخل التوقيف رح تقطع تشارة جنب الدورية ووقفوني ودخلوني ولقيتها موجود قبل ما سلم جوالي أرسلت رسالة أنشر الخبر بتاريخة ما يسويها بتاريخة ما يسويها إلى اليوم إلى اليوم أقعد مع منصور بلوي يتذكر رحالة هذه وكانت مباراة مهمة للاتحاد مع نادي منافس أنا كنت رأس حربتك الإعلامية أنا اللي صنعت جريتك مو بنت اللي صنعتني إذا جيت أتكلم بمنطق تعال أعلمني شي قدمت لي وش اللي قدمت ترى أنا سكوتي طول الوقت والله احترام من العيش والملح تقديراً اللي بنصور بلوي رجل أكرمني وقدم لي أشياء أنا ما حلمت فيها لكن ما قدمها عشان عبد العيز المريسل قدمها عشان عبد العيز المريسل الإعلامي الرياضي الأول انتقال المريسل من عالم الرياضة اللي كانت تطبع مع الشرق الأوسط للرياضي كان لها ثمن لازم أضحي أنا عشان أضحي عقني حقي الجرائد اكتبت عنها ما في إعلامي في الوطن العربي كامل انتقل مثل ما أنا انتقلت لدرجة جرائد الجزيرة والرياض اكتبوا في جوجل روحوا اكتبوا مراسل خنشي